تعينت ومين ضربك عيدك؟ قابين وبناء السعودية فيها ضرورة للبنان ومصلحة للبنان والأمر الثاني ما حدا فيه يدفع بقى مثل أول جوية هاجم السعودين الحديث مش سياسي فيه أزمة وينما كان حتى بالدول الغنية فيها أزمة اليوم نحن شعب ما مدفع ضريبة وكنت بيشوف اللمبة بأوصها ببروت الخرد اليوم إذا كانت الكابتن بالتيارة امرأة ما بتطلع على التيارة؟ دمرت الدولة وبغي حزب الله ما فيه طلاق مية بالمية بس مهزوز التفاهم بشكل كبير الإهمال لا يستدعي التوقيف تضفيك شو مينك أنت تخلى عن دمه يعني مجور مجور يفراك أستاذ بيقام أهلا سهلا فيك معنا بخير أنت شخصية محببة عموما مع الناس يعني بيحبوك العالم نعم بيحبوك العالم صراحة بيحبوك العالم بس أنا من المباري حم بيسألون العالم مين ضاي الشيك عم بيقولون ويأم وهاب عم بيقولولي قوعد زعلي بيحمل حاله بفل مظبوط أنت عصبهم بتفل ستنا عتلنين هام لا ما بفل يعني فلعت مرتين بس لسبب لأسباب معينة ما فيك تفوطي ضايف بلا ما تقليلي منهم مظبوط مرة حدا فوط لي شي ضايف بعرفش أرعي تبيون أول مرة بسمع باسمه يعني المعارضة ما بعرف شو سوري أكيد رحفل يعني ما أمنوا هي البرنامج الحلقة حقي بديك تسأليني يعني أنا شاغل هالمهني أنا شاغل هالمهني لأني يعني أنا كنت أعمل برنامج تليفزيوني وكنت صحافي أكتب مقال بس كان في أصول للمهني عنا مش هيك اليوم متفلتي ما في أصول لإله عرفت كيف يعني نحنا كنا بتحترمي الضايف تحترمي اللي بيعطيك الخبر مثلا ولا مرة بتقولي مصدر خبرك ولا مرة ممنوع تقولي خبر غلط إذا بتقولي خبر غلط مؤسستك بتعاقبك مش صاحب الخبر اليوم بتجيبي خبر على الجريدة غلط بظلوا سني ممنوع تكتبه كانت صارمي طبعا كانت أوعدة صارمي حتى بالحرب يعني عم بحكي أنا بالحرب كنا مزبوط يعني اليوم هيت الشخصيتك هي هي اللي برأيك العالم قربتك أكتر تقربت منك أكتر من وراء شخصيتك وعفويتك يمكن بحكي لغتها ببساطة بحكي لغة الناس مشي أنا بسمع الشارع يعني اليوم هلأ عم بتقول مش معروف قرعة بيو من وين قبل شفنا تعبير كتير كنت قيلة يعني هن اللي ضووا أكتر شي على السوشيال ميديا أو حتى بال لأ ما بفتعل انتبهي ما بفتعل يعني بحكيها لأمور متل ما هي لما أنت ما بتقولي عن واحد مش معروف قرعة بيو مناني يعني إذا كنت عبت تحكي بشكل عادي فخلاص بحكيها متل ما هي اللغة يعني هاي اللغة اللبنانية متل ما هي عملت لك مشاكل ببعض الأيام مع الأشخاص لأنه كنت هلقد صريح يعني شفنا قبل تعبير وصفت عملت مشاكل مع كتير أصحاب ومع كتير ناس مسؤولين كانوا أصحابي بس ما فيك تكوني يعني مش إذا صاحبي أنت لازم أسكت عنك هلأ أوقات بسكت بصراحة بقلك يعني كمان أنا إنسان بس تسكت للحلفاء ولا للخصوم؟ لا 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 مش شرط الحلفاء في عندي لأنه أصحاب من الثنين يعني عندي أصحاب أنا هاي دي الخصومي لغيها من أموسي الخصومي أحساب السياسي ما ما بعمله يعني حتى بالحرب أنا طلعت منها من سنة الستة وتمانين يعني مجرر ما جيت على المنطقة الشرقية بالستة وتمانين طلعت من منطق الحرب خلاص طلعت من منطق العداء شفت أنه مش محرزة إيه ما يعني صار فيه انفتاح على كيفة مش محرز الناس لا شفت منا محرز وشفت أنه كل الحرب كانت كذبة بدمنا ودم الأبرية ودم الناس وما إلى طعمي كنت مغروم بقوتية بهالزمانة؟ أنا ما أحكي نيها هاي مرة خلاص يعني بمناش نضلنا الرددة إيه صارت يعني بالزمان هيدا قال يعني أكتر مثال إنه الحرب ما إلى معنى إيه ما إلى معنى يعني تعرفي إيه تشوفيها بس وقتا لما كانوا خوفوك من الآخر لما لقيت الآخر مثلك ما عادت يعني بالعكس أصحابي كتير من الطواقف التاني صاروا يعني خاصة المسيحيين اللي كانوا بي يعني تعتبرين أنت إني الخصم ما في شي يطلع يعني ما كسرتها خلاص كسرتها وطلعت منها من وقتها بس برايك في ناس بعدها عايشة هيدا الانقسام وبعدها يمكن لهلأ بتسمي شرقية وغربية وبعدها لهلأ بعيدة عن الانفتاح للآخر لو بسموهم بالعربي دهماء يعني ناس هيك يعني على الهوارة بالعرب الشبر على الهوارة لا عندهم فكر لا عندهم لا بيقيموا مظبوط بيمشوا بالحمولة عرفتي كيف يعني ما يعني بس ما هذا خطاب نص السياسيين كمان واليوم بيضبوا بلموا علاه بلموا علاه بلموا علاه السياسيين يعني اليوم بعده حارة بيحكيلك بحقوق المسيحيين وحارة بيحكيك حقوق الشيعة والسنة والدروز وكذا أنا 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 بدي أحكي بحق المواطن شيليني منه شو كيفو يعني لاي اللبناني بدي يروح على بيروح على أوروبا هلأ بعيش محترم أكتر من بلده كسائح لاي تب لاي كمقيم بعيش محترم أكتر ما شيء أنا بدي حق المواطن لا بدي حق للسنة والشيعي والدرزي والمسيحي يعني خبرية إلى جمهورة بس بيخت بي خصارت يعني بس تسمع عن حقوق المسيحيين بتحسيه بي خصار يعني عبي حكي من زمن من زمن معد موجود جبران بسير بي خصار بهالشعار أنا ما بنصح ويحكي بهالمواطن ما شفته أعطاه هذا الشعار مش عبي حكي عنه إله شخصيا بس ما شفته أعطاه هذا الشعار واليوم طيب حقوق المسيحيين إذا واحد عمل مع أربع مراكز مسيحية أو أربع مراكز مسيحية هي رئيسة الجمهورية ومشكل مع قيادة الجيش ومشكل مع رئيس مجلس قضاء الأعلى ومشكل مع حاكم مصر في لبنان ما هو المراكز المارونية الأساسية يعني كيف حقوق المسيحيين بعدين ما أحد عينهم عنه يعني هو عينهم يعني مش أنا عينتهم يعني بكل صراحة بدأ أنا صديقي وبحب حاوره بدون تليفزيون أو بدون إعلام ولكن بدأ حوار جدي طرح حبيبي أنت عينتهم يعني أنا بستغرب مثلا موقف الرئيس العماد ميشيل عون الأخير من حاكم مصر أنت عينتهم من ضربك عيدك أنت حطيتها من خارج الجالسة وعينتهم للزلمي طب أنا بدأ كشيله هلق هلق ما في يشيله لأنه هلق تأزيني شايلته بتخرب لي كل الوضع طب على شو ما صير الحاكمية حاكم مصر في لبنان يعني إن شاء الله بصير انتخاب رئيس قبل أنا رأيي ما نوصل للاستحقاق في صورة هيك واضحة بتقول أنه حينتخب قبل تموث لكن أنا رأيي يعني عندي رأيي كان أنه جزيف عون سليمان فرنجي ماشين سوا أحس أنه في فريق أساسي معطرد على جزيف عون داخليا وأحس أنه سليمان فرنجي متقدم صار متقدم هلق هلق في شغل فرنساوي بعتقد يعني لانتخاب رئيس الفرنساوي همه يكون فيه رئيس هلق ما عنده مشكلة مع سليمان فرنجي وما عنده مشكلة مع جزيف عون يعني كمان هلق قداش فيه يقدر يؤمن له لسليمان فرنجي بالنصاب لانتخاب رئيس لأن سليمان أنا تقديري عنده 65 صوت هلق صرنا بمشكلة نصاب لأن اليوم الفريق اللي كان عبي يحضر ما رح يحضر مش رح يحضر بس عربيا كمان عربيا لازم يفتح خط جدي مع السعوديين بكل صراحة أنا مبارح شفته يعني ما لمسنا من السعوديين مؤخرا أنا مبارح شفته للوزير الفرنجي وحكينا بهذا الموضوع وهو فعلا عنده اسرار على فتح أحسن العلاقات مع سوريا وأصلا هو سليمان بتربطه علاقة كويسة ببيت الملك يعني الملك سلمان كان ينام عندهم بالبيت السعودية كان ينام عندهم بالبيت الملك الحالي وكانوا أصحاب هو وأبو وأصحاب هو وجده وهو عنده رأي يعني زلمي أول شي سليمان ما بتتغير عروبته ما بتتغير عروبته سبتي مش على الموسم أو على الطلب يعني سليمان عربي فعلي عنده مبدأ عربي حقيقي هو يعني أصلا وسليمان بتربطه علاقة كويسة تاريخيا بالمملكة وأنا رأيي لازم تتجدد هذه العلاقة يعني هو لازم يشوف الطريقة التي يجدد فيها هذه العلاقة لأن العلاقة بينه وبين السعودية فيها ضرورة للبنان ومصلحة للبنان لأنه بتنعكس على كل دول الخليج ما حدا ينتظر نحنا وأحدا ينتظر منا إنه إذا مشي الحال راح يجو يبعطوا المليارات ونرجع نعيش مثل ما كنا ها موضوع خلص ها موضوع خلص أول شي ما حدا راح يدفع بلا أصلحات ما حدا راح يدفع قبل ما التعاوني مع صندوق النقد الدولي ما حدا راح يدفع بدون ما يكون في شي محدد والأمر الثاني ما حدا في يدفع بقى متل أول نظبوط اليوم لأنه في كل البلدين نحنا إذا اللبناني مفتكر بيجي مصاري الله برجع بسبلي شوية للسياسيين وبيصرفوا علي مصاري ما عارش فيه منها كان درجة هايدا كان درجة ما عارش فيه منها اليوم إذا السعودية لنقول رضيت على سليمان فرنجية وسليمان فرنجية وطد علاقاته بالسعوديين حليف سليمان فرنجية حزب الله اليوم يهاجم الخليج ويهاجم السعوديين أنه حديث مش سياسي ما هو أنت أخير في الشب لبناني شمعت نهم بلا سياسي يعني مش معهم سوسي معك تالتنا يعني كملت ما فينا معلوماتك صاحب معلومات وملفات يعني هلا عمت لنا كت عند فرنجية مبارح يعني ما فينا كان ما ناخد خبار شوي لا عن جد يعني اليوم اقتصادياً منقول أنه نحنا لا يتحسن وضعنا عايزين الاستثمارات الخليجية لو ما كانت بهال مليارات اللي كانت تنحط عنا بالبلد من قبل بس أنا عمد حزب الله نحنا عم نحكي شو شو استثمارات عبت عمليها بالصين أنت يعني أو تعملها بالهند أو ما كانتوا باكنتوا يجهوا شرقا كمان هاي المبالغات بأنه استثمارات بدا تجي على البنان نحنا نحنا فينا مبارح حكي حكي كويس الرئيس ميقاتي بصراحة يعني حكي حكي كويس وعنده وعنده نظرة تفائلية أنا أشاركه فيها أشارك الرئيس ميقاتي هاي النظرة التفائلية نحنا قررين نقوم بصراحة نحنا ما بدنا حدا يعني بالأخير نحنا منه بلد مفلس نحنا بلد منهوب بس مش بلد مفلس نحنا بلد فينا نقوم إذا قررنا إذا اشتغلنا شوي وبلد بده كم شغل يعني منه مطلوب من رئيس الجمهورية يلق الرئيس الجمهورية مطلوب منه هالكم شغلي اللي فيه سليمان فرنجي يعلجون موضوع النزوح السوري موضوع الاستراتيجية الدفاعية موضوع هذي المواضيع والحكومة تقعد تشتغل اقتصاد ومال رئيس الجمهورية ما بيشتغل اقتصاد ومال منه شغلته هالشغلي فيه كم ملف يعني ملف الكهرباء الملف الصحي الملف الصحي ما تسدق شو كانت الدولي مريحتنا اصلا من الملف الصحي انت كانت الدولي تدفع 85% عن اي لبناني كان موضوع عن مرض السرطان ما حسينا فيه ما حسينا فيه غير من راح هلا هنحس كل شي حيصير بالدولار يعني اليوم عم نحكي عن حتى الاطباء رح يصيروا يقبضوا منه شركة التأمين ومن المريض نفسه بعشرة قدار نعم نجي بالدولار ما هي تعرف نحنا كم تليفان بيجينا ناس وقفي على بواب المستشفيات مش قدرة تفوت أو الفواتير يعني ما تخبرين يا لانه هم يومين انا منظم شوية الموضوع رغم ذلك يعني عندي في عندنا بالحزب اميني الصحة نشيطة وشاطرة وهي بدقولة ومرتي مستلمي الملف الجمعية يعني بس عبكرة يعني بتفيق مرتي خليك الاتمينة تتبلشي فيه مشاكل يعني الصحة بس مشاكل فعالية يعني اليوم خمسطعش عشرين مشكلة يوميا ما فيك تعالجي ومنين ما عندك ما حدا عندك امكانيات اليوم واموهاب منا كافية لتساعد كل هذا الكام أو على قليل العشرة الاف اللي انت خبرت لا 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 ما فيكي منين بتجيبي أنا حلل مشكلة الدواء هايدي اللي حللها يعني انه بجيب بشتري دواء سوري بوزعه مجانا على الاف المرضى بين الخمسة السبعة الاف مريض يعني من من حللهم مشكلة الدواء وفي الادوية كلا ياتا موجودة بعدها متوفرة بالسوق السوري يعني منشتريها ومنوزعها هاي حللة مشكلة المستشفيات ما حدا في حللة يعني بعطي مساهمي بس شو فيه المساهمي تعطيه الوقت لت أربعة مليين ليرا والمريض والفتورة ميت مليون خمس مليين ليرا وفتورته ميت مليون اصلا ما الى قيمي بس هاي امكانياتك انا بديوا يعرفوا انه عندي انا مئات المرضى بالشهر من بدي يجيبها كنت عم بتعمل مستشفى بالجهلية عم عملوا المستشفى ووقفوا الايرانية الفند بطلوا عصد مصر لا الايرانية تبرعوا اولا بمليون ونص دولار وما عادوا تبرعوا هاي دي من اول ان بلشنا هاي المبلغ تدفعوا بس مش هني عب يسووا شو اللي وقف لا يعني لما عندنا كفاينا لنوصل على المستشفى هني تبرعوا بهالمبلغ والباقي هلق انا عب سوي هلا عم نعمل الكهرباء والغاز والصحية شوي وشوي طبعا لا ما فيي احمل تشغيل مستشفى هلا يعني ما فيي احمل انا شغل مستشفى مستشفى اليوم بدو تشغيل اربعمية خمسمائة ألف دولار بالشهر اقردو هاي اذا ما في مؤسسات ضامني منها فيه لا ما عروف عندي معنى علي رقوبة امريكية من الالفين وسبعة عندي شوية لبناني كنت يعني باقي كيف نصرفون على الناس بس خلصوا كيف عم بتكفي اذا خلصوا عندي مدخول انا عندي شغلي برا عندي شغلي برا من زمان مؤسس شغل بين العراق ودبي وكذا وبعده ماشي عندي عندي مدخولي عندي مدخولي بس ما بيكفي ما بيكفي اصلا اصلا برا كله مضروب الشغل يعني اليوم صار المدخول هو عشرين بالمية وينما كان ما عادت يعني فيه ازمة وينما كان حتى بالدول الغنية فيها ازمة صحيح كيف وبعده الناس مفتكري كأنه ما صار شي مع بتتعود الناس انه خي صار شي اليوم بكتروح تعمل تأمين ما بقى فيك تجي لعندي تقلي تاعة تحملني بخمسمائة مليون ليرة بالمستشفى كيف فيه تحملك خي انا تتعمل تتعمل ماذا قلب مفتوح بيكلف خمسمائة ستمائة مليون ليرة العملية منين بدي جيب لك انا يعني اذا بدي عدهم بدون شهر بالشفالات يعني انه يعني انت بدو يتعود عشي تاني نحنا كمان يعني التأمين والضريبة اليوم نحنا شعب ممتدفع ضريبة الا بالقوة يعني انت بتعملي ميكانيك انا عبددفع ضريبة والخي بالقوة عبددفعها انت بس انت واحد منا راه على المالية حسب على مدخوله على مصروفه طب هون الحق عمين على المواطن ولا على الدولة لا على الدولة بس انت امام حكم زبائني بيسترجيش يعمل قوانين يعني الموجودين اليوم بمجلس النواب الكتل ما بتسترجي تعمل قوانين تزعج فيها المواطن مؤقتا بس تريحوا على المدى الطويل يعني اليوم بيجيكي واحد تافي سخيف يبقى سرق كهرباء وسرق ماء وصيارته مش مسجلة وبيسرق امه اذا صار له وبيسرق بيه لايك كيف عايشين بالنروج يا ابني انت ليش انت مواطن نروجي تتشوف كيف عايشين هال مواطن نروجي بيروق بيوقع بالصف بيرفع ضريبته هال مواطن نروجي بيحافظ على العام بيرتزم بالقانون وبيحافظ على الملكية العامة وكنت بيشوف اللمبة بيقوصها ببروت الخرد لمبة الشارع لايه ما بعرف انا شو عملت له اللمبة اما هل عم بيسروا اللمبات وعم بيسروا اللمبات والكابلات والحديد والعواميد وما عم بيخلوا شي بس انه انا يعني هالعداء للشأن العام ما عم بفهموا لايه عند اللبنانيين ليه رأيك ما كان استنسابة ما كان استنسابة بمحن ما عنا ثقافة كنت بالسويد بالصيفية معي شاب كان نحن وظاهرين غلط ووقف على ثلاث طرقات السويد طريق سيارات طريق موشيد طريق بيسكلات صح البيسكلات يعني أساسية عندهم ها هي عدالة عدالة التنقل اللي بتقلك انه هو الخخص الأبدى من السيارة ووقف على خط اللي بيمشي على البسكلاتات وحدي ماشي معيش بسكلاتي الخط المشيت خطيارة نشرت عرضو ما كنا نفهم شو عبطلو بسو بس اكيد شتى مثلو امو بيو سليلتو ولك باتو ضربو بعد شو عمرها 80 سنة صرنا نهديها نعتذر منها حارسة القانون هي لأنها حارسة القانون ثقافة احنا عنا ثقافة مخالفة القانون ما معرف ليه؟ ليش تب بضباي مثل بساين بيكون دخلك لما نيوصل على مطار بيروت بيمسك السيارة وبيبلشي خالف وشفكت لأنه اليوم إذا طلع له ضبط في من يشل له الضبط إذا بدو يجيب دفتر السيئة بيروح بشكل منها هاي السياسة أدي بعاد نحنا نخلص من هيدا الشيء يعني كل مرة أنا بتصدقي رغم إنو بعملها أوقات لما حدا يحشرني بس أنا أنا صرت قرفان منها يعني أنا مع نخلص منها أنا مع خلاص نخلص القانون بيريح كل الناس ولازم نخلص منها وهي دي بده سلطة قوية وبده أجهزة تشتغل وسلطة عندها هيبة مشكلة السلطة عندنا ما عندها هيبة حتى القوى الأمنية وكله بتحس فقدت الهايبة مؤخرا يعني بيجي يعني شفنا كيف عم بياكله ببعض المناطق حتى إذا فاتوا أو إذا عم جاربوا يوقفوا بس حلق صار في تفلت أكتر لأ كان أكتر انتبهي كاننا بين التنينة وتسعين والألفين وخمسة ما كنا هيك ما عرف إذا أنتو ذاكرين هالمرحلة لأ كان فيه كان فيه سلطة كان فيه قضاء كان فيه أمن كان فيه ضباط كان فيه نسئلة هايبة ما كانت هيك فلاتيت بعد الألفين وخمسة بعد الألفين وخمسة لأنه أول شي كان حتى السلطة الظالمة حتى الحاكم الظالم إذا موجود أحسن من الفوضى السورة؟ قد يكون السوري حاكم ظالم وقته كان يمكن هيك كانوا بعض يعتبروه ولكن كان عامل قانون وسلطة كان عامل كان موجود سلطة بس إنه هل قد أنا ما عندي قدرات ببلدي ولا عندي ناس كفوقين وخرجت لا عندك بس شو صار هني فل السوري إجوا ورطوا وتقسموا الورطة وصار كل واحد عامل هو سوري هو محل السوري مصلحة لميز النظامي سبعة ثمانة صاروا كني محل السوري وكل وقت بدوا يحمي جماعته طيب اليوم كنت عم بتقول أنت بيتويت مش من زمان عم بتقول أنه بما معناه ما لازم نخسر النظام المصري في بلبنان وهيك شو رأيك باللي عم بيصير حاليا بقرارات أنا دعون اللي بتقول إنه الله وزي وقوية أنا عملت تويت يعني أنا ما بعرفه لو أنتون الصحناوي ويمكن ما أترفق معه بالسياسي بس هاي شيء وحماية النظام مصري في شيء اليوم اليوم إذا جيت ضربت النظام مصري كيف تستوري كيف بتوردي كيف بتحولي لأولادك اللي بره كيف بيصير في تحويلات كيف لا هذي خطرة لا أنا أنا عمني مع هذا الموضوع طب مع اللي عم تعملوا غداعون لا أكيد لا يعني أنه اليوم إجي أتهم الناس بطبيض الأموال بدون شيء ثابت لا أنا عمني معهم طب مين بد يرد لغداعون اليوم عم تعملوا مجلس قضاء الأعلى هو يعني السلطة مم هو المرجع باعتقد عبي عمل الاتصالات اليوم بالرئيس مقاتي من شيء مموضوع هو أخذ علاعات أحل هذا الملف برأيك رح نوصل لنتيجة فيه لازم نوصل لنتيجة فيه أو بيخرب الوضع المالي كله شو مانا لعبي قصة المصارف يعني أنا معادل المصارف انتبه أنا ماني مع المصارف ولكن فيه فرق بين ما تكوني مختلفة مع المصارف عموضوع التهريب الأموال أو موضوع عدم أعطاء الناس مصرياتها وفرق ما تكوني إنه لأ بدي دمر بدي سكر بدي قفل لا مش هيك أنا يعني أنت ضد هذه المشهدية اللي عم نشوفها اليوم بالشارع إن كان الحرق وكل الأشياء اللي عم بتصير مع المصارف عم نشوف كمانا يعني هلأ كنت عم تحكي عن بتوصلش لمحال المبارح نجيب مقاتي حكي شغلي كويسي حق كن عنا وهي كان المطلوب ما رح يروح شيء عليكم ممتاز هيدا التطمين كافي نحن بعد منوثق بهالتطمينات يعني نحن طلعنا بعد انفجار أربع قاضي قالوا لنا خمس نين بيخدوا الحقيقة ما أخذنا شيء بدي خبرك شغلي تنوقف هالشعبوية بكابسة زر في ربنا بيحل المسألة غير هيك وعاحد يفكر منكم بكابسة زر التنحل المصاري راحوا كلنا صرفناهن كلنا سرقنا منهم كلنا أخذنا منهم المصاري راحوا اليوم الاشترا شقة أخذ منهم اللي كان عنده خدمي بالبيت أخذ منهم اللي اشترا سيارة أخذ منهم اللي كان يسافر أخذ منهم كلنا أخذنا منهم راحوا المصريات هلا كيبا نرجع نعود نحن يعني ما حدا يخبرني إنه أميلي مصرياتي بديش أميلك مصرياتي روجي بنمي تجيب لك إني مصرياتي راحوا بيقراه نحن باروا ليش بدي يضحك عليك يعني ليش بدي يضحك عليك وإيجي يعني تصطفي أنت كصحافية أو كصانعة رائعة تصطفي مع ناس عرفتي كيف قاعدين عبي طالبوا بشي ما راح يصير ما راح يصير ليش بدي يضحك على العالم أنا كان رأيي من الأول من سنتين عبي حكي عن الموضوع يطلع رئيس الحكومي يقول حقه عندنا ما راح يرحل لكون شيء وهي المطلوب مع الوقت الدولة ترجع فيها ترجع الدولة الدولة منا مفلسي والدولة في إمكانية تطلع مصاري والدولة بفطلة مصاري يومياً بس بعد بيقضوا يعني هذا اللي عم نقوله اليوم بفطلة مصاري على مثل القطاعات اللي عم خوطة مصاري نتكرك نتكرك إن كان الإدارات كمان ما فعل ولا ما نتكرك بدأ رئيس بدأ رئيس جمهورية وبدأ حكومي وبدأ تبلش الشغل يعني اليوم بدأ قرار وبيرشع كل العجلة بتمشي هيدا بتبلش من انتخاب الرئيس بتبلش من انتخاب الرئيس وحكومة جدية وبتكر وتقعد تشترك يعني نحن بننتكل على معطياتك إنه قبل تموز يعني بدأ تأمل نتأمل خارج يعني اليوم في استحقاق هو البنك المركزي ما فيك اليوم مثلا أوكي اللواء عباس إبراهيم في طور دي مجدد ولو أوكي الأعلى رتبي بيحل محلو البنك المركزي مش هيقليته من هيك مضطرة أنت والبنك المركزي ما فيك تبقي ولا يوم بلا حك طب شو السيناريو تمديد ولا شو؟ بفرط كل الوضع المالي تمديد أو شو تمديد؟ وهو قلنا رياض سلامي ودبره راسبه قلنا نسبة نسبة الأكبر هي للتمديد اليوم لرياض سلامي ما بعرف إذا بعد بيقبل هو كمان يعني الطابب ملعبه الباقي كله بيرضى كلهم كانوا ضده وحمله هي لأنه كل ما هي كمان بك تشوف يوم وعطياته الظلامي ويقول لك طب أنا طب بس كنت أعطي 200 ألف شقة للناس كنت منيح بس كنت أعطي 300 أربعمائة ألف سيارة كنت منيح بس كنت بس كنت بس كنت طب هلأ كله بديو حمله لأله شو أن يدينوا المصاري لأله أولوا المصارف مصارف استثمرت طب هو أوكي يعني هو حوال يجيب مال للدولة طيب والدولة طب في شي يعني في شي هو صارفه من بمصري في لبنان بدون قانون أو بدون قرار حكومي مي 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 مع بعض كلهم مع بعض اليوم إذا بدي أخذك شوية على الشق التاني بما أنت ما تزهق من السياسة وتقول بس حكي ناك سياسة معانو أنا كنت بدي أعرف منه شي ملف مخبير بدي يقول و بدي يفضح ما هلأ أنا باقي إذا في الحكيمة عندي يعني شي معي هلأ رور ملاح نبلش بهذا الشيء ترجع بتكفل أنا عنديك بعرف سؤال بديك تسألي اليوم كنت عم تقول أنه زوجتك هي المستلمة الملف الطبي وحتى التعامل مع الناس اليوم إذا كانت الكابتن بالطيارة امرأة ما بتطلع على الطيارة؟ بالطيارة؟ ما جربتها؟ بس قلت أنه ما بطلع مع كابتن رولا على الطيارة؟ وهي دعتك أنه تطلع معك؟ وهي دعتك أنه تطلع معه؟ ما دعتك؟ قالوا لي على التليميزون بس ليه ليه ما بتطلع إذا الكابتن امرأة؟ لا ما حكتني ما قلت لي بس أنه بالعادة أنا أول شي أنا بتوجس من الطيارة طبيعتي أنا ما بحب الطيارة أصلا بس على العادة والسفر صارت عادية عندي أنا ما بحب الطيارة يعني بيزعجني ولكن تقعد مع الطيارة جي جوا بتهين يعني؟ شوفها أنه أسهل شوي من ما كنت أفكرها بس ما بحب الطيران مسلوب الإرادة فيها مثل لما نصير الهزة بس صير الهزة أنا ما بحرق من محلي خلاص بحس أنه ما في شي عامله حتى ما بقوم أنا هناك خلاص بسلم حالي خلاص بسم الله الرحمن الرحيم وخلاص يعني شوفها عندك بنت؟ بنتين بنتين شو بيعملوا بالحياة وهيك ما بنعرف عنهم نعرف هاد شوي رين بي بيريس رين بي بيريس هلأ بتشتغل هناك ريدة بلندن بالجامعة بره لبنة بلشت السنة لا يختاروا يروحوا أو أنت بعضتهم؟ لا رين خلصت هاهم باليسوع أنا ما بحب يظهروا بس صراحة أني خلصت باليسوعية هن راعت عملت مستير بي بيريس وصارت تشتغل ريدة ضحكت علي صارت تطبقني شوي وشوي مندمت رجعت بس راحت ما بحب يعني كنت بعضها بس أنه خلاص راحت ردق لهم فترة برا بيجو يعني على لبنان أو ما كتير ريدة هلأ كانت هون يعني إجي تلعبت بدوباي مع المنتخب اللبناني تلعب فوتبول هي لعبت مع المنتخب وميلت علينا ثلاث أربعة أيام عملتنا مفاجأة بيجو عطول يعني بيجو أو نحنا منروح بس في هادي وفي بشار هادي بشار بقي هون هادي وين؟ هادي بإلمانيا هلأ بيشتغل هونيك يعني؟ بيشتغلوا عنده هادي هلا أم بارح طلع كتابه الثاني طلع كتاب عاملوا بين الرواية وبين السياسي هيك بس يعني هادي انفولت بالسياسة رح تخليه انفولت أكتر بالشأن اللبناني مثل ما غيره عمي؟ تخبرك شامي أنا بصراحة ما كنت مع هالموضوع من هيك ألزمنا عمل باليسوعية اللي سانس عملها بزنس تتبعدوا عن السياسة كلية؟ تنبعدوا عن هالموضوع إجاء بعدها قال لا هو بده يكفي دكتوراه بس بده يكفي متل ما بده راح كفى على أيد دوليه وسياسية شرق أوسط ببريطانيا وفايت بهالمجال يعني موهوب هو حابه يعني مسقف وهلا عبيعمل كتابه الثالث مبارح مبارح نشروا له الفرابي الكتاب الثاني هلا عبيعمل الثالث وقعد برة يعني هلا بيعمل جنسية هذه سنتين يعني معقول يرجع الانتخابات الجاية يعني جنبلاط عمل تيمور رسلان عم بيعمل مجد ويقام بديعمل هادي لا ما انه هايك هايك هادي ولا أنا هايك يعني هادي ما في وراتني هو بيعرف هو بيعمل حاله شخصيته يعني هذي مش نحنا جيين عم نورته لعنا بالعكس يعني أول شي بيقرأ أكتر مني والصاير عنده سقافي أكتر مني بخلفك بالرأي بالمواقف مرات يعني بتتعارضوا بنظروا للأمور على أي أمور تحديدا هيك شيء أمور شعلي هلأ بالبلد هذه مثلا يعني مثلا هذه إجوا من بره هو خياته نزلوا على الصورة مسلا بسلعة عشرين هلأ أنا كان عندي رأيي أنه أنه ما تاخدوا كل شيء يعني دائقوا أكتر يعني نزلوا قبل في شيء أكبر منه منناك عم بيسير يعني أول تلاتيين أول أيام أجوا من بره كانوا مسافرين ونزلوا فأنا كان عندي رأيي أنه روءوا شوية تشوفوا مين بدوا يركب عليها وين بدوا يخذه للصورة لأنه ميري أنا بها المرحلة يعني كنت أنا بدي أغير العالم أنا وصغير كنت بدي أغير العالم يعني فبتصير تتواضع بتتواضع أحلامك مع الوقت مع الوقت تتغير محيطك أقل تصيري تعرفي بس صيري تشوفي الأمور منفاوغ غير ما هي من تحت كيف كلنا كلنا حالمين كلنا كان عندنا أحلام اللي قاطل ومات بلبنان ما كان عنده حلم أكيد يعني نظرتك باللي قدرته بس بلشت الثورة أصاب يعني وصلنا لمن الريكب الثورة والمانشرة طلعوا مجموع يتنصبين بالأخير أغلبهم يعني أغلبهم يعني مش إنه كلهم لأنه في ناس لا اللي نزلوا 17-20 ناس شرفة وناس بدون يغيروا وإلى ذلك ولكن بلبنان الشعب 80% منه نصاب مثل السياسيين يعني ما مش إنه عنا سياسيين إنه إنه خمسة ستة حاكمين نع نصابين والناس قواديم لا مش هيك ما أقول خمسة ستة وراءهم 80% من الناس النصابين مثل هون اللي عب تستفيد منهم واللي عيش الزبائنية السياسية من 30 سنة اليوم بعد ما خلصت يعني من هيك ما فينا نرجع نشوف انفجار ما بالشارع بسبب الأوضاع اللي عمنا يعني ما بتقدر إنه حيصير هيدا الأمر قريبا أبدا لأنه ما ودى لمحن الصورة بدى قيادي الصورة بدى مشروع الصورة مش هي تدمير الدولة اليوم شو عملوا دمروا الدولة سكروا المصاري طيروا ودي المصاري في الصور اللي سكروها برأيك كان فيها كتير فساد وكننا نحكي بهالموضوع كتير أنا أول وحد مصبوط بس مين جاوب معيك ما حدا كين يرد عليك وقتا بس أنا في فرق بين ما أنت تكوني باكت صلحي الدولة باكت مبالية الدمرية أنا ضد تدمير الدولة يوم نحنا جينا دمرنا كل المؤسسات ونظرية خنفشارية برة تبنوها خال إذا تدمرت البلد بيتدمر حزب الله تدمرت الدولة وبقي حزب الله يعني نظرية خنفشارية ما بعرف مين قناعهم فيها يعني أصلا للغرب ومشوا فيها بقي باقي ويتمدد حزب الله باقي ويتمدد الأرضية هلأ لحزب الله هي الأنسب هلأ الأرضية اللي عم نشوفها أنه بيظل تعطل الدولة عم نشوف يمكن صارت الصحة أكبر وأوسع لحزب الله لا يقدر لا هو ما بيفكر هيك هو عفكرة مع خيار الدولي يعني هو لأنه الدولي كمان بتريحه بمجتمعه ما في ضلحام المجتمعه إلى ملنهي هيك بس ما محمد رعد بيطلع بيقول أنه ما مجتمعي عايش بألف خير وشبعان أنه اليوم الشاب لو كان بحزب الله ما عليك ما بيقبض له خمسمائة ستمائة دولار يعني شو بيكافوه لا يقل لي يعني مئة ألف هيك أخر عمليون ونص مش مئة ألف يعني لا في في ما في مجتمع عايش بألف خير اليوم عرفت كيف بس كمان اليوم هادي المبالغات اللي كنا نعملها نحنا اللبناني فشيخ بقاش في فشيخ هاي القصة بدوه يوقف تفشيخ اليوم أنت بتروحي مزبوط في عيال عنها يمكن تروي على التباني في عيال عايشة بخمسمائة ألف ليرة بالشهر بعدها لهلأ صحيح عرفت كيف بس اليوم في عشرين ثلاثين بالمية من الناس هيك ولكن في كتار بعدهم عايشين تفشيخ بعدك بتمشي بالشهر لا فيك توصل من محل لمحل من عشغة الساب طب شعب بعمل طب تنكة البنزين مليون ونص طب مين تصور راح تصير تنكة البنزين مليون ونص طب أنا من أربع خمس سنين من ست سنين لما قلت له راح تصيروا تشتروا تفاحة ونص بطيخة وليموني وكذا صاروا يضحكوا طب يعني وصلنا له كنا عم نقول أنه اليوم حزب الله جمهوره كمان تعبان وأنه هو بده الدولة طب شو عم بيعملتها تتحقق هذه الدولة يعني شو اللي عم بمارسه بالسياسة أو بالقرارات ما خصه هو بالانت بتعرفي هو منه الدولة هو ولا بيمون هو على الدولة هو جزء ولكن في أطراف تنين اليوم حزب الله يعني اليوم في مبالغات بتفتكر ناسا ولو فيوش لجبران بسيل تطلع ما في لجبران بسيل لأنه هو أصلا ما بيتعاطى بهذه الطريقة مع الناس حزب الله لا يتعاطى بطريقة الفرد مع حلفائه ما طلع ما في لجبران بسيل ما قدر قناعه لجبران بسيل وياهم رح يختلفوا ببعضهم شو ما صير التفاهم طلاق أنا رأيي ما في طلاق مية بالمية بس مهزوز التفاهم بشكل كبير يعني ما بيصير في طلاق برأيك شو له مصلحة جبران يعمل طلاق يعني وين بيروح بسير بيقوى مساحيا بركة بيقوى مساحيا بيرجع لأنه في كتير اليوم من الطيار الوطن الحرق أو غيره من الراضيين بقعها هيدا الحلف وعم بيقولوا أنه أنتو عم تحزمنا في كتير من الطيار مساكين بالحلف كمان ما تنسي يعني كمان مننا لعبي يعني داخليا مش الأد هو مرتاح طي ياخد خيارات وايك بسول طب بتقول حضرتك أنه حزب الله منه الدولة وبيجوا بيقول حزب الله أنه أنا من الدولة بيجع بيجي القوات بيقول حزب الله هو الدولة وكل الأقرارات مربوطة بيقوى الدولة مين عنده أقرار إذا لطارق البطار ما قدر شاله إذا ما قدر يعمل تمديد لعباس إبراهيم في ترضي أعطيك أمثال أنا إذا ما قدر لجبران بسيلي قنعه بسليمان فرنجي وين بيكون الدولة حكي مالوش طعمي حكي مالوش طعمي ولكن هذا هروب من المسئولية بيجي بيقليك معطل للدولة كيف عطل لك الدولة حزب الله عطل وزارة الكهرباء مثلا ما تجيب الماء حزب الله معطل وزارة التربية تعمل يعني عطل جلسات انتخاب رئيس لجمهورية وكيف ما عم بيأمن النصاب للجلس الثاني تعوط أنت فيها تعوط أنت فيها أكيد يعني حزب الله ما رح يمشي بمشيل معوض يعني ما عم حبتي لمشيل أنا بس حزب الله ما رح يمشي بمشيل معوض يعني أنه أو بيمشي بالرئيس البدكية أو بيكون معطل الانتخاب حاب يقول لك تعيطان تحاور شو عبقلك طب والأطراف الثانيين ما بدون اللي ممكن هو يكون عم بيجيب ورئيس إذا ما بدون عم بيمارس لعبة ديمقراطية إذا شو عم بيمارس نزل على الشارع شي تعطل ما نزل على الشارع تعطل طيب حكيت عن طريق البطار وقلت بده طبيب نفسه لا طريق البطار بده طبيب نفسه لأنه طريق البطار ما استلم قصة بدل ما يخبرنا كيف صارت المشكلة وكيف صار الانفجار وكيف وكيف إجا يعمل بروباجندا إعلامية أنا بوقف لي كم وزير يعني ما عبي ما عبي استرجي يقول إنه هاي الموضوع أهمال بأهمال إنه الأد يعني هيدا بيقوله صاموا فطر عبصلي بس ما الأهمال كمان مين مسؤول عنه لو كان وزير في الأشخاص يعني أنت بتقول قائد الجيش أنت بتحمل مسؤولية لقائد الجيش جون أهواجي في قانون موجود الإهمال لا يستدعي التوقيف الإهمال لا يستدعي التوقيف بسيطة يعني أنا حط حالي محل أي وزير منهم أنا نمرق علي الملف قبل انفجار المرفق بعرف شو مش شغلته الوزير شغلة هاي دي الأجهزة الأمنية والقوى الأمنية اللي بتعرف بها القصة اللي بتعرف شو هي هاي المواد وزير الأشغال بيعرف وزير المالية بيعرف شو بيعرفوا فيهم يعني أنا ما عم بتقول شيف المستندات ما شاف الشي وليك الوزير يجيبولو الملفات بمضي بس ما هيدا أهمال بحديته هاي و لا أهمال بحديته ما عم يقليه طيب إنه ما عم يقول كتب بلشت الحلقة عم تقول بس تخبرك شغلة بس تخبرك شغلة بش أسهل من التنظير الصحافي غير الوزير ليش الصحافي عم يكتب ما قال الوزير بيجي 200 معاملي بالنهار بحط له عليها الموظف أوكي أو المدير العام بيمضيها ما بيقراها أوقت بيناتنا يعني بعدين حتى إذا قراها شو يعني هذه سواد هيدا شو اسمه مواد للشجر يعني أو سماد شو يعني شو بيعرفوا فيها هو يعني شو بيعرفوا فيها هو في قضاء هو اللي حجز هاي وفي أجهزة أمنية روح تحقق فيها شو يلو علي حق الجيش أصدر خلينا يعني أنا ما مني مغروم بحدا منهم للوزراء هاو دي بس ليش بدي أنا تبلى الناس إنه أنا وقفت وزير إنه أنا طاري البطار وقفت طوز فيك شو مينك أنت يعني شو يعني شو أنت هيك إنو هي جاية تمرجل عن ناس أنت أنه يعني أنه الشخصية أنت يعني مينك أنت لا لا كبه بره رح يطلع بره شو يعني طيب وشو ما صيره ساعة التحقيق يعني بعينه واحد غيره وبيطلع بيقول شو صار إهمال بإهمال بس إنو ليش ليش حتى ليش أنا إذا أنا إذا أنا إذا أنا بقي ضحية لا سمح الله أو خي ضحية ليش بدي كب ضحايا مقلون علاقة لأ أنا لازم أطلب الحقيقة مثل ما هي الحقيقة مثل ما هي ملف إهمال بإهمال ما يكطالع معه بالتحقيق هو طالع معه بالتحقيق في الشركة جبتهم والشركة بقي الطالب 3-4 شهر تتأخذون شو الحكي اللي قدين نحن عم نتسلى فيه خلي تركي يلا القضاء حقيق بيها يعني لش بعد في قضاء انت بتقول ما في قضاء في قضاء في قضاء بس بكر رح يصير ما في قضاء عيمتك بس يصير في انتخاب رئيس وحكومي وكذا كله بده يتغير الوضع هلا ما عليك بتحس إنه عن جد هلا إذا انتخبنا رئيس وجبنا حكومي رح يشيله زير من البير رح يزبط لا مش رح يشيله زير من البير بس على الأقل بتنتظيم شوية دولة ما حد عابق لك بدون نشيله زير من البير بس تنتظيم شوية دولة ومن هون لسنتين إذا بيّن عنا عنا نفط كمانا بتتحسن شوية إيدي الدولة بتحسن شوية إيدي المرافق بترجع بترجع الوضع الصحي إلى مكان بترجع وضع الطرقات بتوضع قدام عنا وقت لهذا لنشوف كل هذه الأشياء بتتحقق باللبنان أنا قلت خمس سنين بنا تنقوم صار ماضي منهم سنة أنا رأيي بعد أنه أربعة سنين بعد أداة بتجينا الضربة التانية لبنان معود ضربة وراء ضربة عشر سنين بنرجع قمنا وقفنا عجلينا بعد خمس سنين برجع بيجينا ضربة تانية هذا واقع كل المنطقة هوني هاك إذا ما صار فيه استقرار داين طالما إسرائيل موجود في المنطقة الصراع رح يكفي مش أنا بعمله لأنت هاي المنطقة وقعها هيك ما حدا رح يطبع مع إسرائيل إسرائيل بالنسبة للعرب هي غزو وهذا الغزو سيزول ما رح يعني خلصوا من عرفات طلعوا لهم حماس خلصوا من حماس طلعوا طلعوا لهم هلق هذي الشباب أخطر من حماس بكتير طيب بس أن المنطقة كلها يعني عم تطبع يعني عطالي مش بوق الطاولة تحت الطاولة أنظمة عم تطبع مش شعوب بس أنه القرار بييد مين بييد الشعب بخير بتبين فإسرائيل ما بينتهي ما بينتهي ما حدا بيملك حق التنازل على القدس ما حدا عنده الشرعية ما حدا يغشنا يعني نحنا أنه فينا نعمل منطقة مستقرة إذا ما صار فيها تسوية نهائية على الملف الفلسطيني وين صارت هالتسوية على كل الملفات بالمنطقة ما فيها ما خبيصة فيش تسويات يعني يوم من نعم على حد خليب أو بعدين الصراعة توسع على مستوى عالمي اليوم روسيا وأمريكا شو بيكين بيرعب 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 بعدين الصين فاتي الطرف واليوم اليوم إذا ما جلسوا وتقاصموا العالم متل ما كانوا عاملين قبل سقوط الاتحاد السوفيتي ما راح يصير في استقرار بدون يقعدوا يتقاصموا العالم بتصير يفت مرحلة الاستقرار بدا السنوات هاي نعم بدي بس إخدك هيك تعليق على زيارة الحرير الأخيرة وبدي أسألك شو صار بالقضية طبعا محمد أبو دياب الشهيد قضية الشهيد محمد أبو دياب يعني يعني التحقيق بما يستشهده التحقيق ميع ميع وعماد عسمان كذاب مثل عادته يعني قال بعطله للمحقق 82 بارودي قال ما طالع منه نطلق نار عساس أنه البارودي اللي خلاصة محمد أبو دياب بعطله إياها بيكون يعني كذاب ما مش مشكلة رح نحاسبه وقولي ما عاد عنده كتير هذا كان فكر حاله كتر ما هو تافه بيمرق بالتمديد لعباس إبراهيم فكان موقف حزب الله واضح كمان ثنائي الشيعي لا إذا هاي دي مربوطة بهاي بلا اتنين رح يطلع هلأ أول حكومة رح يقلو وبنا نحاسبه بعدين يعني بالقضاء وبالقانون وبنرجع من حاسبه ومحمد لايك يعني دمه شو عمل بالأخير سكر بيوت وهجر ناس ويعني هيدا دم البريق مش سهل خاصة إنه عطودي علالة محمد يعني مقنوس من 320 متر وهي قضية ما بتنتهي عندي أنا ابني ما بتخلى عن دمه يعني انت بتقول ابنك الثالث بأكيد طبعا بتقول ابنك الثالث زارة الحريرة هيكي كيف ريتا على الضريح هيك زريعة عادي يزيارة موجود يعني هو موجود بالشأن السياسي أنا ضد طلعته من السياسي يعني طبعا نحن بعد قصة محمد سعينا لأي شيء يضره أكيد انت قالت هو يقاتل ابنك لا أنا قلت لازم بدم محمد يتسكر بيته يعني إذا بتذكر تصريح الشهير راح يسكر لك بيتك له الدم بس الوضع السني يستدعي عودة الرئيس سعد الحريري هو موجود ما فيك تلغيه طيار المستقبل موجود وطيار المستقبل ضرورة للتوازن في لبنان أنا منطقي بالقصة يعني وأنا ما عودته ولكن في موقف سعودي ما عرفهم موقف محمد بن سلمان من كتير من القضايا التي تتعلق بلبنان وبموضوع سعد الحريري يعني حطى بموضوع لبنان يعني اليوم اليوم في شيء بالسعودية تغير نحنا بعدنا عم نحكي كأن السعودية كانت مع مع أولاد عبد العزيز مش هيك الأمور في شيء تغير الآن في شيء تغير يعني نهج جديد لك لا شك إنه السعودية طالعة منيح معه عمل إجراءات غير البلد البلد ما بتعرف إذا بترحيله ولكن بالموضوع العلاقات العربية كمان في شيء سياسي جديد بعد ما تبلورت أنا رأيه قبل ما يعمل بلك ما رح تتبلور يعني المسألة ليست عنده الأولوية هلق يشوف يقعود يعمل شو يعمل بلبنان مانو وارد بحسباته أصلا يعني بسطنا فيك نحنا كتير ولا يمال وما بنشبع منك عن جاد ونطرين مواقف أكثر جراء وشو عند الفضايا حزتلنا إياه على تويتر أحسن 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 شكرا